اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نشرح كيفية تصميم اعلان لتليفون ايفون وطبعا راح يكون ضمن تصميم اعلان لشركة موبايلات في البداية راح نغير الهجم طبعا من اعداد الصفحة ورح نختار 16 في 9 ومن ثم موافق وطبعا راح نمسح التكست اريا جيد الآن راح نضيف الصورة الرئيسية طبعا هذه هي الصورة الرئيسية راح تصغر بهذه المنطقة الآن من ادراج اشكال راح نضيف الشكل بهذه الطريقة طبعا هذا هو الشكل هذا راح يزعف الى اليسار وطبعا من تنسيق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي راح نسحب هذا الشكل بهذه الطريقة ممتاز طبعا ممكن انه هذه الاشكال تعبر ايضا ممكن طبعا تنزل الاسفل جيد الآن راح نضيف من تنسيق تعبئة الشكل راح نختار اللون المزيد من الوان التعبئة ورح نختار اللون البرتقالي طبعا ممكن من قياسي نختار هذا اللون ومن ثم موافق الآن راح نحدد هذا اللون الثاني طبعا نحدد هذا اللون ومن ثم نجي الى مزيد من الوان التعبئة نجي الى مخصص وطبعا ممكن يكون اللون افتح طبعا إذا نلاحظ هذا اللون وهذا اللون الثاني ممكن يكون افتح بهذا الشكل اللون الاخر ايضا بنفس الطريقة طبعا ممكن اولا نختار اللون ومن ثم مزيد من ألوان التعبئة طبعا ممكن نختار اللون الأفتح بهذا الشكل وأخيرا أيضا نختار هذا اللون ومن ثم تعبئة الشكل مزيد من ألوان التعبئة وطبعا سنختار لون أفتح ممكن نختار لون مائل إلى الصفار ممكن يكون هذا اللون جيد الآن سنضيف المواصفات طبعا من إدراج مربع نص بهذه الطريقة ونكتب حجم الشاشة طبعا رح نختار فونت مثلا ممكن يكون فونت الجزيرة bold طبعا يصغر بهذا الشكل ورح نستنسخ الحجم ورح نكتب 6 6 1 طبعا صفحة فوصة 6 1 ممكن تكبر بهذا الشكل وطبعا ممكن نستنسخ هذه الأرقام وممكن نكون بهذا الشكل وطبعا نختار اللون الأبيض لا بأس أن يكون باللون الأبيض وراح يكون الكاميرا الخلفية طبعا ممكن يكون بهذا المقدار وتوسيط لا بأس أن يرتفع النص إلى الأعلى ولا بأس هناك أيضا حجم الشاشة أيضا يكون توسيط بهذا الشكل وطبعا انتر وتوسيط يعني الجزئين توسيط هناك جيد طبعا ما رح يكون معيش mb طبعا mb لهو ميجابيكسل تصغر تكون بهذا المقدار طبعا ممكن space بهذا الشكل وطبعا عدنا مساحة التخزين طبعا لا بأس أن يكون باللون الأبيض وهنانا باللون الأبيض عدنا مساحة التخزين طبعا رح يكون عدنا واحدة 208 وهو طبعا gigabyte طبعا gigabyte تكون صغيرة ممكن ترتفع هذه 256 gigabyte بهذا الشكل طبعا لا بأس أنه هذه الأرقام ممكن ترتفع قليلا بهذا الشكل مساحة التخزين وطبعا عدنا البطارية ممكن نحجم البطارية ممكن نستنسخ هذا النص ونخليه هنا ممكن نكتب 2815 طبعا mA ميلي أمبير في هذا الشكل جعيد طبعا ممكن أنه تخلص من المساحة الزائدة بهذا المقدار طبعا رح نضيف مربع نص هذا ممكن نستنسخه نضيفه هنا وراح نضيف النص هنا رح نكتب نبذة عن آيفون 18 رح نغير الفونت إلى الجزيرة مثلا light بهذا الشكل اللون أسود طبعا ممكن أنه يكون regular جميل طبعا ممكن هنا آيفون خلص من الخطأ هنا رح نكتب اسم الشركة طبعا رح يكون شركة العالمية للحواتف طبعا شركة ممكن تكون بهذا اللون وممكن هذا اللون تكبر ممكن بهذه الطريقة وطبعا هنا ممكن نضيف الاسم الهاتف اللي هو رح يكون آيفون طبعا بهذا الشكل جيد الآن رح نضيف شكل وطبعا رح يكون هذا الشكل بهذه المنطقة وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل رح يكون تدرج مزيد من التدرجات نختار تعبئة متدرجة طبعا رح نحذف هذا اللون وهذا اللون نضغط عليه ورح نختار مثلا هذا اللون الفاتح أو الطوخ ومن ثم نختار هذا اللون ومن ثم إغلاق الآن رح نتخلص من المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي من إدراج صورة طبعا رح نضيف هذه الصور ونممكن نصغرها قليلا طبعا هنا رح يكون الفيسبوك وفي هذه المنطقة رح يكون واتساب وفي هذه المنطقة رح يكون انستجرام جيد الآن ممكن نستمسخ هذا النص وطبعا رح نضيفه بهذه المنطقة ورح نكتب آت نختار الحجم نختار الحجم ممكن يكون رجلر وطبعا الأكسسوارات طبعا رح نضيفها للقاموس ممكن جملة مفرد تكون bold وطبعا يكبر حجم النص ممكن يكون 14 طبعا ممكن هذا المستطيل ينزل يكون بنفس هذا المستوى نشاهد الآن أصبح عدنا إعلان جميل ومتناسق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه طبعا